دمرت المقاومة الوطنية اللبنانية موقعا لإرهابي داعش في موقع لزويتيني برأس بعلبك في البقاع الشمالي شرق عرسل وذكرت قناة المنار اللبنانية أن المقاومة استهدفت بالأسلحة الرشاشة والمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية دشما وتحصينات إرهابي داعش في المرتفع ما أسفر عن تدميرها وقتل وجرح من بداخلها من الإرهابيين وكان الجيش اللبناني دمر أمس موقعا لجبهة النصرة في ظهر الصفاء بجرود عرسل